أكل سبع تمرات إن ما كانش من تمر المدينة فمن أي تمر قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من عجوى أو من بلح لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر ده التحصين رقم اتنين التحصين رقم ثلاثة إن أنا أقول وأنا داخل عندي المسجد يبقى لازم أروح المسجد ما خاصموش ما خاصمش المسجد ده في ناس ما بتروحش اللي كله أسبوع مرة وفي ناس ما بتروحش أصلا وتيجي تتكلم تقولك أنا بحس إن فيه حاجة منعاني إن أنا أروح الجامع بقولك ده وهم ده فشل عندي ده ضعف عندي ليه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أعيدها كمان مرة هي دي مش آية في القرآن هو ده مش تعليم لنا من الله رب العالمين مستحيل الشيطان يكتفني عن عمل أو عن عبادة أو عن طاعة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم أو عندي دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سهل وانا صعبة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إيه اللي يحصل لو أنا قلت الكلام ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آل فمن قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم سهل ديوه اللي صعبة